موسيقى لسه منورنا الأستاذ محمد أبو سلمان المخرج ومؤسس قناة سينماتولوجي والأسبوع ده هنعرف أكتر عن تفضلاته السينمائية وعن الطرق اللي نقدر بيها نصنع أفلام مستقلة وإزاي نكتب سيناريو وإيه هي الكتب والمراجع اللي ممكن تساعدنا أكتر وأكتر على فهم صناعة السينما ده غير أسئلتكم الجميلة اللي سألتوها وهنجاوب عليها كلها والأول مرة هنقرب أكتر من محمد أبو سلمان ونعرف أكتر عن حياته الشخصية طيب نخش بقى شوية في الجانب الشخصي بقى في البيت يعني حتت أن انت إزاي بقى هل زوجتك أصلا كانت معاك في مرحب يعني كانت خطيبة أو كصديقة أو أي شيء قبل اللي تشافت ده اللي بتاع من مهندس لفنان يعني زي خلينا ندور ولا لأ وإزاي بقى هي بتقدر إن هي تدعمك إزاي أنت دلوقتي أنا في تونس أنا في كندا أنا في مصر في أولاد في الكلام ده كله وبعدين حتى لو أنت في البيت فأنت ممكن تكون قاعد بتحضر حلقة بتسجل حلقة عادينا دلوقتي هو أخديه من وقتها فالكيمستري ده إزاي بتصبطه والله أنا مراتي اتعرفت عليها بعد وعملت الشفت يعني كنت خلاص عملت الشفت فأخداني على كده دي 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 دنميزة هو الموضوع بيرجع في الآخر تاني لفكرة لأنه ليس محاول يعني يعرف شركة حياتك وعائلتك ليس كده يأخذ كل الوقت اللي أنت عايزه خلاص يا حبيبي الموضوع ما بيمشيش كده الموضوع بيبقى فيه تبادل لأنه ليس أنا عندي وقت معين عشان أعمل ده بس في نفس الوقت عندي وقت معين عشان أعمل كل حاجة تانية أنا أعتقد هو ده لده الأساس ولازم كل واحد يبقى حسابه على ده أنه يحاول على الأقل ما تجيبش حاجة على حساب حاجة ويمكن دي من الأسباب كمان يعني أن أنا ما كنتش فكرة أن أنا كل أسبوع لازم أعمل حلقة لأن أنا عندي حياة يعني عندي حياة تانية عندي عيلتي وعندي شغلي فعمري ما أو على الألف أنا حاسس يعني أن أنا عمري ما جيت على حساب حد من عيلتي عشان ست سينيمتالجي وأعمل أن ده يفضل مكمل يعني فالسرر كله في موضوع التايم منجمت دي أهم حاجة السرعة طيب على كلمة الأساس بقى نرجع للأساس الأب والأم أنا يعني عندي انطباعي نحن متكلم نشغل كده في الحاجات دي بس عندي انطباع أن أنت كان عندك أب وأم متفاهمين جداً ولكن مختلفين في شخصياتهم أعتقد كان فيه شخص كان صارم حازم أو مش صارم بمعنى أنه هو عنيف يعني ولكن بمعنى أنه هو شخص منظم شخص وأعتقد ممكن ده يكون الأب وشخص تاني عنده مزيد من فكرة السجية والطيبة والحضن كده وأعتقد ده ممكن يكون فيه حالات تانية بيبقى الموضوع مختلف ولكن أنا شايف ده قوي بس الأول أقول لي صح أو لا؟ أنت أنا بكلم مع فرويد النهاردة ليش مع الإسلام صح؟ نا صح صح التعديل الوحيد أن هو بالضبط كده أبو يا الله أرحمه ما كانش صارم بس كان المهندس يعني اللي هو عايز أن أطلع مهندس زيه بس كان في قمة الطيبة يعني قطيب شخص أعرفه اللي تعلمته من أم بس اللي كان عند أمي مش عند أبويا إن أمي كانت محبة للفنون وبتحب الفنون جداً يعني هي اللي حبيبتني في الفنون وأنا صغير هي اللي كانت بتاخدني معها الأوبرا هي اللي كانت بتهرجني على أفلام معينة هي اللي كانت بترشح لي قصص وبتتكلم عن الأدب أبويا كان علمي بقى نعرف علمي علمي أخدت منه حتة التنظيم الوقت والهندسة وكده بس الطيبة ما كانتش فيه أطيب منه يعني بس فعلاً هو ده الفرق بين الاتنين واحد كان واحد علمي والتاني أدبي يعني عايز أقول لك أن أنا أخدت بقى من الموضوع ده من البودي لانجوش بس إزاي بقى هقول لك بعد الحلقة ده 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 فرويد فعلاً بقى ده سر المهنة بقى حلو حلو طيب كنا تكلمنا عن فكرة الأب والأم وكده وبرضه من شوية تكلمنا عن فكرة الثقافة العامة فخليني أعرف بقى إزاي الأب العلمي غزاك غزة روحك إزاي إزاي بنوا الوعي بتاعك ونفس الموضوع للأم لأن أنا شايف إن إحنا دلوقتي كمجتمع بنغزي قوي الماتيريالس بتاعة الطفل إحنا عايزين نجيب له أحسن لبس أحسن أكل أحسن 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 ولكن مما بنيجي ندخل في مخه حاجة هو داخل في مخه أغاني الشارع كل حاجة في الشارع داخل في مخه الآيباد واليوتيوب والحاجات دي مفيش بناء وعي للطفل أب والأم دلوقتي ما بيقوش يعملوا ده بنسبة كبيرة جداً فأنا متأكد إن كان فيك قصة عندك لأن هذا الموضوع أكيد تعمله خط إنتاج محترم يعني بما أنك ميكانيكي يعني فإزاي طلع هذا الموضوع؟ الوالد كان بيسمعك إيه بيقريك إيه الوالدة وهكذا بصت هو أكتر حاجة كتبتها من أبويا اللي هو بيسموه الوارك أثيك اللي هو إحترام الشوخل اللي هو يعني كان أكتر جملة بيحبها إن الله يحب إن عمل أحدكم شيئاً أن يتقنها دي كان الإيه؟ هي دي يعني دي أكتر حاجة تعملتها منه أكتر حاجة فعلاً يعني فادتني وتفيدني حد دلوقتي لو هتعمل حاجة أعملها صحة ضميرك فيها وعمل الريسيرتش الصحة ووعد تتقنها دي أكتر حاجة تعملتها وأعتقد بحاول أن أطبقها في كل شغلي ومن أمي زي ما قلت لك فكرة اللي هو فتاعة على الثقافات كان متكلم فرنساوي وإنجليزي وبتزقرة كتير وبتسمع كتير فحببتني في الثقافات الثانية دي وكان دايماً عندنا نقاشات مفتوحة كان ممكن إتناش إحنا الثلاثة وأخواتي في أي حاجة وكل حاجة وفي نفس الوقت برضو على ناحية الثانية عشان أبويا كان عايزني أبقى دايماً مهندس 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 وكان رفت فكرة الهندسة فدي برضو حطت عندي حتة عند إن هو عايز أثبت إن هو غلط وأثبت إن هو لا يعيش في جلباب أبي حتى كده عبد الوهاب وعبد الغفور عارف اللي هو عايز إيه؟ عايز لا أثبت إن أنا أقدر إن أنا أتي في تحدي بقى كمان فدي كان ساعتها كانت سخيفة شوية بس إن هاين سايد للغاية بالعكس دي حاس إن كانت تسخن الموضوع شوية وفكرة التوعية دي يعني نقطة مهمة جداً بحب دايماً أنا أتكلم فيها حتى أنا عندي أولاد والموضوع ده مهم قوي قوي يعني طبعاً فيه حاجات صعبة تعمل في كنترول عليه إن الحقيقة صبعاً أنا بشتغل أمراتي بتشتغل ساعت يعاد في البيت هتعمل إيه؟ تربعة تليفزيون أو خد التليفون غاصباً عني عارف بيزعل ساعات لما بعملها بس غاصباً عني بس مهم جداً إن الواحد يبقى دايماً خليهم يخرجوا ويلعبوا ببرة أكتر شوية يلعبوا بلعبهم أكتر من التليفزيون يسألوا أسئلة يرسموا يعني بوادي لبنتي بلايه وبتعلم رسم يعني يدخلتها لفرنسايا عشان إحنا كلمة إنجليزي وعربي يعني يحاول دايماً يغزي الموضوع ده وحاجة مهمة قوي كمان ما نحاولش أبداً إن إحنا نحط سقف لإبداحهم يعني ساعات ألاقي بنتي جايبها حاجات غريبة في البيت وبتركبها مع بعض ومش عالي ممكن بتلخبط للبيت بس بنخليها تعملها لأن هي في حاجة عايزة تبدحها وتعملها فخليها تبدع من غير ما نقول لا يا ولد لا يا بنت لا طبعاً بنقول في أحوال بس فكرة إزاي تخلي الطفل برضو يبدع يبدع لأن هو ده السن اللي بيجرب وملمس الحاجات في إيدي مختلف يعني عنديهم حريتهم في النقطة طيب بعد وفاة الأب بقى إزاي تغيرت الشخصية؟ حد ده إزاي تحول؟ أصلي عارف كل شخص كده في حاجة تحصل في حياته وعمر ما بنساها أنا بالنسبة لي كان عاية وأبويا قاعد فترة طويلة كان كانسر يعني كانت رحلة مؤلمة يعني فغير حوال ما نخليك فهي كان لحد دلوقتي بحس أنه يعني لسه بحلم بيه ولسه كتير بتكلم على أفلام معينة بتكلم على سكندرية ليه صرت يعني بشوف العلاقة في الأفلام دي فما فيش حالة تغيرت على قد ما هو دايما تحسن هي قصة بحاول أحكيها أو إحساس لسه مش عارف أفهمه فبحاول أفهمه بطرق تانية وأحاول أعبر عنه بطريقة تانية وأنا مش أول ولا آخر واحد يعني ده حاجة كده تحصله بس إزاي الواحد تجعل أفلام كل شيء اللي هو السئلة الوجودية بقى وإزاي أنك تحاول تجعل أفلام معه يعني من خلال كلام في حلقة من خلال حلم بيجيلي بالليل حاجة بيحاول أربيها في ابني يعني الموضوع كومبيليكس قوي فيلمين زي In the name of the father و Godfather بيمثلوا لك إيه من ناحية نقطة الضعف دي اللعب I didn't do this What are you trying to do to me? What are you doing in here? Conspiracy to murder Their arrest was only the beginning My name is Giuseppe Conn and I'm an innocent man, so is my son of a remarkable journey All of the defendants claim that they was objected to physical and mental abuse while under police custody We're never harmed in any way The name of the father طبعا رهيب يعني في آخر الفيلم ده لما بيقربوا من بعض ولما بيخش وبعد ذلك القص يقول له أبوك توفى فيهم قال له Thank you Oh wow لما أخذ العذب Thank you وبعد ذلك لما يتجنن وبعد ذلك هو بيسجل مذكراته ويقوم شيء لا يعني فيلم فيلم رائع وبنائش الحتة دي جاملت قوي وفيلم جاد فاطر طبعا دايما اتكلمنا كتير أنا وانت هو كل واحد بيشوف فيه حاجة أنا بالنسبة لي حاجة دي كانت علاقة مايكل وأبوه مايكل وفيتو دي كانت الفيلم كله هو ده جميل قوي طيب نرجع بقى تاني للسينما نخرج من الحياة الشخصية بعد هذا النفس اللي عميك اللي انت ختم أيوة يا فرويد أيوة أيوة ايه بقى اول فيلم انت حسيت يعني ان فيلم الاول فيلم كده خلكت حب السينما غير جاد فاضر يعني جاد فاضر ممكن يكون بس اول فيلم إلا ما سكع اوه اول مرة شفت حركة كاميرا كده قلت اوه ايه ده في ايه هنا حاجة اوه انت درست الاول بعدين تاخد بالك من الحاجات دي أم ام والله مش فاكر اول فيلم اخذت بالي منه من حاجة اخراجية اه انا فاكر اول فيلم كنت يعني متعني كنت عايز تفرج عليه كتير انته هو فيلم وايه وانكا اند وشارلي 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 فاكترين لكن فكرت لأنه ساحر كده والأطفال بتخشوا شجر من الشوكولاتة وأنهار من الشوكولاتة فكان حاجة كده يعني ساحرة وتركت عليه كيف تفتلت ابتدائي يعني فاكر المتعة دي اللي هو واو اللي هو حاجة متعة السينما يعني وفيلم عربي بقى إيه الفيلم العربي المفضل المفضل كتير قوي هل تعني فيلم المفضل المفضل ولا أول واحد فاكره يعني وده يعني أول فيلم كده عربي لمست أنا أول أفلام لمستني كانت الأفلام الكوميدي يعني كان إسماعيل ياسين عارف الحاجات القديمة أو فؤاد المهندس دي الأفلام الفاكرة كويس قوي ما أنا صغير يعني عارف اللي هو إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين والدغنية بتاعته فؤاد المهندس من عشويكار فرفيرو دي الحاجات اللي ما بفتكر طفولتي في الأفلام العريب هو ده تأديري للأفلام العربي حصل على كبر يعني كنت دايما عندي النظر التعالي كده آه لا لا هوليوود والأفلام الفرنسية والأوروبية أحسن من الأفلام العربي لحد ما درست سينما ما درست سينما ورجعت شوفت الأفلام المصري وقالت إحنا أفلامنا أقوى من أي أفلام تاني كان لازم فعلا أو الله عظيم كان لازم أفهم أفهم الأول عشان أرجع أشوف كل حاجات دي تاني وردت إن إحنا عندنا عظمة ونبعتها عظمة وده كان من أكتر الأسباب اللي أنا تتجسل ما ما طالش عشان أعرف الناس إن إحنا أفلامنا فعلا أعظم من أي أفلام تاني قلبي يا غاوي خمس قرات زي الأرعي تمد البرة وما فيش مرة من المرات تهدى وترسيلك على قرة أما دي حدت أمريكاية بسه ما شوفتش زيها وحدة أمي داعت لي يوم وقالت لي روح ما يغلب لك شولية من الولايات يا ابن المتحدة طيب إيه المدارس بقى اللي في الإخراج أنت بتحبها يعني وهل السؤال صح أصلا هل في مدارس في الإخراج؟ فيه 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 مدارس كتير في الإخراج وأنا يعني ما قدرتش أقول إن فيه واحد بحبه أكتر من تاني كل واحد له حلوته يعني بحب فليني قوي مثلا لأن فليني تحس إن هو سيركي كده تحس إن فيه سريالي أو آه سريالي فأحب المتعب دعت له بحب سكورسيزي عشان حركة الكاميرا بتاعته اللي عنا طول بتقطع وفيه كده إنرجي عالية ودي آلان لأنه العكس تماماً تقريب ما فيه حركة كاميرا كديرا كلها واسعة شخص retailers المدارس التانية بقى كلها مدارس كتير يعني سألني كوبريك ده مدرسة تانية مثلا اللي هو الكولدن كالكوليتد ده دي بحبها برضو بول توامس أندرسن الحاجات الياباني الأديمة فمدارس كتيرة في مدارس لأخراج كتيرة ولكل واحد متعته نفسي كان في العربي كل واحد له مدرسته وكل واحد له المتعة بتاعته طيب كنوات يوتيوب بقى بتتكلم عن السينما ايه الكنوات المفضلة لك غير استوديو عاكف طبعا أكيد طبعا أتفرج على معظمهم يعني بسمحهم بحب أسمع الأراء الكتير بحب طبعا فيلم جامد بحب عمرة بول مجد بحب براء يعني بحب اسمه ايه ده بتاع أفلام لو في ناس كتب يقول ايه ده بتاع أفلام ده كوميرشي القوي بالعكس ده ده مخفيف جدا 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 بحب أوي تفرج بحب أوي أسمعه يعني الموضوع الموضوع معنديش معنديش واحد ما بحب فيه طبعا حاجات كتير اللي واحد بحس ده هو دقيدة بالزبط بدون ذكر أسمائي يعني بس كل واحد السينما مش 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 حكرة على حد يعني عمي محسيت ان ناس معينة بس هاي لازم تتكلم عن السينما اللي بحب على السينما حر ان هو يتكلم عليه زي الانواع فيه جونرس كتير من السينما اللي بحب نوع معين يعني من له أو يتفرج عليه هل ده بينطبق برضه هل الديمقراطية ده تنطبق أكتر على موضوع تلخيص الأفلام أو الكلام ده كله ولا بتشوف هنا الموضوع مختلف تلخيص الأفلام اللي هو دلوقتي فيه موضة كده طالعا الملخص فيلم كذا ويحط عنوان جامد كده أو مثلا صورة في المعظم الوقت بتكون صورة حاجة فيها إغرائي يعني عشان الناس تخش فتلاقي نفسك جاد فاظر تحكيي لك في خمس دقائق كده أنا ما تفرجش عليهم دول لا مليش فيهم قوي لكن المحتوى نفسه هل بتقدره ولا شايف ان هو بيبوز الفكرة أصلا بيبوز السينما والله بص كل واحد حر يعمل ومعملش إيه وكل واحد حر يتفرج على إيه ومتفرجش علي يعني كل حاجة لها جمهورها هو لو فيه جمهور بيحب يتفرج عليك كده فاين هو بيصنع منتج لوج لوج جمهور بتاعه فما عنديش فكرة ان هو لازم يعني ده وحش أو ضغط كل واحد أنا عتفرج عليه لا بس غير يتفرج عليه فاين وعن انا عارف ان انت من سألتك شبالك ممكن اكيد ما سألتك شبالك بس اكيد ما بتحبش كلمة ناقد أو الكلام ده أنا أنا ما حب بالفعل بدانا بقول أنا صانع محتوى مخرج لان فيه حاجة كمان مهمة ان انا عمري لو تلاحزت على مدى ال 6 سنين وعمري ما طلعت كلمت على فيلم مش عاجبني انا هتكلم بس على الفيلم اللي عاجبني عشان كده انا ما اعتبرش نفسي ناقد ان انا بنقض ان ده حلو او وحش انا ما بحكمش على العمل حلو او وحش انا لو حاجة حلوة بصنع حاجة تتكلم عن حبي ليها هنا بقى هربت من فكرة الفنان الفاشل دي لا انا بعمل حاجة انا فنان برضه بالزبط انا بصنع حاجة عشان كده حتى بعتبر كل حاجة بعملها هو فيلم قصير الطريقة اللي بعملها هو فيلم قصير فانا بخلق حاجة انا مش طالع بنقض ده او ده وعلى فكرة مش عيب النقاد فيه نقاد لا ما انتبهش النقاد فنانين فاشلين او حاولوا يبقوا حتى فيه اللي هو ايه المقولة الانجليزية بتاعتها those who can do teach and those who can teach teach gym يعني اللي ما عاربش يعمل بيدرس حتى ما عاربش بيدرس بيدرس رياضة فعارف اللي هو بس لا ما معتقدش ما معتقدش اللي بس فيه نقطة يعني فيه نقطة نقطة صدق في المقولة دي انه هو ممكن يكون فنان فراستريتند مش فاشل اه محبط او بيحاول يوصل ولس فيه شقين فيه كان بيحاول يوصل ومعرفش يوصل فخلاص بقى انا حوالع بقى في الناس انا بتر من جوا مزر بني دول موجودين اللي هو على اي حاجة يطلع لك يشتم ومش عارف ايه وفيه اللي هو بيحاول يبني نفسه لحاجة يوسري نصر الله يوسري نصر الله كان ناقد لما بدا ده كان ناقد بس تعلم من الناخد ده وفي الاخر عمل حاجة فما ظنش انه هو رول يعني على الكل بس يعني ازاي نقدر بقى يعني يعني ممكن انت بدأت شوية تعمل ده ولكن ازاي نقدر نؤثر في الصناعة فعلا يعني انا بطلع مثلا بحل الفيلم بقول حلو انا برضو زيك على الفكر ما بقولش على حاجة ويحش خالص بس هل تفتكر ممكن في يوم ان احنا نؤثر يعني صنع الفيلم كده شيء الهم سينما تقولش هيقول ايه او نهاردة عاكف مثلا ان هيعمل علي حلوة ولا لا يعني تفتكر امتى ممكن نوصل للنقطة دي وهل ممكن اصلا ولا فيه جاب كبير اوي مسافة كبيرة اوي بين الموضوع ده يعني انه يحصل بين الصانع وال والمحلل او والله اعتقد لا اجاب مش كبيرة اوي وبعدين يعني اعتقد احنا لما نعمل حاجة الواحد بيعمل حاجة مش علشان مش عشان اللي عايزين يبصونا وتعلموا حاجات ممكن ساعدهم يبصونا وفي نفس الوقت جميل او في نفس الوقت ان المشاهد نفسه احنا نحاول نزود وعي المشاهد المتلقي اكتر من يعني اللي عايز يبصانع يبصانع بس في نفس الوقت بنحاول ندي المتلقي دي ادوات علشان يستمتع ويتزوق الفن الجيد اكتر انا سعيد جدا بالاجابات دي وسعيد يعني سعيد ان انا يعني برضو يعني اعتقد كل الاجابات تقريبا لو تسألت هقول نفس الاجابات الحلوة دي بدي حاجة مخلياني سعيد ومخلياني كمان مستغرب يعني هو ده جم نين يعني احنا ما ما اتلاشناش في حاجة زي كده قبل كده فدي برضو حاجة بتخلي الواحد يقول اه لا فعلا كده الواحد ماشي صح يعني فدي سعادة تانية الواحد الواحد الاسمي يكون فعلا مجرد يعني مدام مش طلع من حتة بتر زي ما قلت هو انا بس انا انا مدغاز من الصناعة عشان كنت عايز اخشها ومعرفش اخشها فانا كل واحد هنزله معايا تحت مدام مش جاي من نقطة دي ومدام مش جاي من نقطة اللي هو ان عايز يوزه خلاص عايز يوزه خلاص مفيش يعني فيه طرق كتير قوي عشان تعمل يوز خلاص بس مدام انت مش جاي من منطلق ده مدام انت جاي من منطلق تاني ده اعتقد اعتقد ان احنا على الطريق الصحيح طيب احد الجمهور بيسأل ليه السينما في مصر مش قد كده وليه المخرجين مش زي الاول هنجيب اسمه بعد شوية بس نفس الموضوع برضو ليه فين السينما كسينما المستقلة انا شافي الموسيقى المستقلة شوية افضل من السينما المستقلة تمام ليه الفرق ده موجود وليه السينما المستقلة في مصر ولم نقدر نشوفها بس وفي نقطتين نقطة ان في كل عصر كان بيقولوا ليه زمان احسن من دلوقتي ففي دايما الحتة دي لان زمان على فكرة كان فيه افلام وحشة يعني الناس بتنسى يعني مثلا في حتى في الستينات اه حتى في الستينات ولا السبعينات اللي هو كان فيه افلام مستر بيسز ممكن تلاقي لكل فيلم حل وفيه عشرة سيئين فالناس بتنسى برضو ان زمان كان فيه افلام وحشة زي نفس كان في المسلسلات زمان شوف لها ايه الحلمية ومش عارف ايه لأ كان فيه افلام مسلسلات وحشة اوي برضو فهو الموضوع نسب نقطة التانية ان ممكن يكون دلوقتي العدد اقل يعني فعلا احنا كنا مننتج زمان اكتر بكتير كان زمان في اواخ الاربعينات كنا مننتج اكتر من اكتر من 50 فيرم في السنة تخيل يعني دلوقتي العدد العدد اقل ففي حد شينكر ان فيه عندنا ازمة انتاجية بس انا عندي امل لان حاسس ان المنصات جابت مجال وسوق تاني خالص ان احنا اشتغل انا على عكس ناس كتير انا متفائل احسس ان لأ فيه فرص كويسة فيه سكريبس كويسة فيه مخرجين شطرين فيه 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 حركة فيه موجة جديدة احنا قرادة عليها وكانت موضوع كتير في بودكاست قبل كده لانا فعلا احس ان احنا قرادة في موجة جديدة يمكن دلوقتي احنا مش شايفين ها بعد ما تعدي هننضر نقيم ها اكتر بس احنا فيه موجة بتحصل احنا فيها وتستقبل الناس طيب بس يعني اعذرني على السؤال ده يعني بس احنا حصلت موجات كتير او في تاريخ السينما المصرية ولكن انا في رأي ان كان دايما العقق بتاعها فكرة حرية من السينما ولكن ازاي نقدر نخرج من المزنق ده ان انا اعمل فعلا موجة سينمائية كويسة في ظل مشاكل في حرية التعبير حتى مشاكل في فكرة ان انت تنزل تصور في الشارع يعني انت تصور في الشارع تاخد قضية او حاجة او موضوع التصريح التصوير والحاجات ده مشكلة ف ازاي متفائل في ظل هذا الوضع اديك مثال السينما الايرانية في قيود اكتر من القيود الموجودة على السينما الايرانية كمجتمعة وتقول ايه لا تمام شوف الحركة السينمائية بتاعتهم عامل ازاي حركة معقولة وبيكسب اوسكرز وليها شكل سينمائي يعني واضح واضح جدا بقى فيه فيه صعبعا صعب الناس بتروح تصور دي طبعا مشكلة دي فعلا متفخ معاك فيها حرية الرأي والتعبير دي برضو احنا عنينا مشكلة على فكرة انا برضو انا برضو انا برضو مقصودش برضو على فكرة يعني فيه طبعا من ناحية السياسية ومن ناحية الحكومية فيه مشاكل ولكن احنا عندنا حتى حرية مشكلة في حرية الرأي والتعبير كمجتمع يعني انا مقدرش هتكلم عن أي قضية المجتمع ضدها يعني لو دلوقتي من كم يوم لو كنت قلت حاجة وحشة على صلاح كنت هبقى خايم دلوقتي لو قلت حاجة حلوة على صلاح هبقى خايم برضو برضو مشكلة دي برضو يعني تبدأ منين دي الحل بتاعها هل تبدأ يعني مش عارفة مش عارف سؤالي تسئل ازاي هي دي اللي يسموها الرقابة المجتمعية الرقابة ما احنا عمينا على نفسنا هل دا صح هل دا ينفع ينتج حاجة أصلا ولا لا ولازم نشق الموضوع ده ولازم نكسر التبوهات دي ولازم نعمل الحاجات دي عشان توصل لحاجة ولا دا هيصدم المجتمع فهتكون انت عدو للمجتمع ولا نمشي معاه وتبدأ تمشي سينما رمزيات ولا تعمل ايه بالزبط عشان تقدر تعمل حاجة تغير وفي نفس الوقت ما تبقاش عدو والله ما نهاش ما نهاش إجابة يعني ما نهاش إجابة واحدة بيسموها كيس باي كيس يعني ايه هو التبوه اللي انت عايز تكسره ليه تكسره ازاي هل دا وقته تكسره هل الناس متقبلة في الوقت دا انت تبتدي مش تكسره بس تبتدي تخربش عليه شوية ولا لا خربش الاول تفهم قصتي؟ يعني هي كيس باي كيس قوي ودلوقتي بقى يعني فعلا حرية الرأي والتعبير في الأفلام دي حاجة مشكلة عنه مشكلة عنه فيه حاجات ما يفعش ما يفعش تتكلم عليها لو كلمت عليها الناس تحتقلب عليك فعلا وفكرة انك تستخدم رمزيات قوي دي برضو ادمت بقيت ديمو دي قوي على عدل الشهاوي في مناورة بأهلها ان رمزيات بتاعة صلاحة بوسيف بقى والقرون ومش عارفة خلاص ما عدينا المرحلة دي فهي تشالنج يعني بس انا دا بدي فعلا بدي مثال السينما الايرانية ازاي في ظل اللي هي عمليته دا قدري تحكي القصص حقيقية جدا وبشكل صادق جدا بالرغم من كل التحديات اللي عندها جميل اوي نروح بقى لسئلة الجمهور عشان ما تقولش عليك في عندي ناس طبعا اول ما عرفت محمد ابو سلمان بقى فانطرونا بالبوابل من الاسئلة تمام فمن ضمن طبعا من ضمن التعليقات يعني الزريفة يعني في واحد خالد السفطوي تعليق لطيف اوي يقولك محمد ابو سلمان عمر ابو المجد اسلام عاكف طبعا شكرا الناس دي مش بس غيرت نظرتي للسينما لا ده حياتي اتغيرت على قديهم دمتم مبتعين يعني فكرة ان انت مش بس تغير نظرتي اتغير حيات حد نظرتي حد الحياة عموما دي حاجة جميلة جدا يعني انا كمان بشكرك عليها تمام اهل حاجات اللي عند اسمحهم مروان خالد بيقول بيسألنا احنا الاتنين يعني هل بس انا هسألك الدي هل عندكم فرصة انتو تعملوا افلام من انتاج من شركات انتاج معروفة وتتشهروا ولا فيها عواقب ممكن تؤثر عليكم شوية زي التاني سؤال ايه الاعمال المصرية القديمة اللي حبتوها ونفسوكم تعملوها تاني بنظرتكم الخاصة سؤال حلو اوي تاني سؤال الاولاني كان ايه طيب سؤال الاولاني هل عندكم فرصة انكم تعملوا افلام من انتاج شركات انتاج معروفة وتتشهروا ولا فيها عواقب ممكن تؤثر عليكم شوية انا في المرحلة دي دلوقتي ان انا عندي مشروع فيلم يعني رواقي طويل ومشروع دوكيو سيريز بحاول ان انا اخلي شركات الانتاج كبيرة ناعت انتاجهم فانا في الرحلة الصعبة دي دلوقتي في الموضوع مش سهل يعني بقى لسنين بحاول اطلع المشاريع للنور فالموضوع مش سهل خلص محتاج تخبط على ابواب كتير قوي بتاع التعالي تزبط في البيتش البيتش اللي هو ازاي تحكي حددتك بشكل سهل عشان تقنع منتج ان هو يتبنى الحكاية فده ده بودكاست الواحد بقى ازاي الواحد يحاول يختلع مشروع للنور يعني فالموضوع صعب ولوه طرقه ولوه وارشاته ولوه دراسته ولوه بس دي نقطة مهمة اللي اقدر اقول حاجة سريعة يعني عشان الواحد فكرة اهمية الانتاج اهمية انك تعرف ازاي تنتج او تعمل شراكة مع منتج منتج ابداعي كرييتر كروديوسر يعرف ياخد الفكرة دي ويتطورها معاك ويسوقها صح ويحاولي بقى هالك صح حلوة بيطابة ايه الاعمال المصرية القديمة اللي حبتوها ونفسوكو تعملوها تاني تعملوها تاني بنظرتكم الخاصة لا اقول انت بقى دي لا انا مش عارف لا يعني ممكن انا مثلا عمل ممكن خلينا فكر شوي على بال ما انت تقول حاجة ولا ايه الاعجابة اللي جاي ببالي حقيقة ان الاعمال الحلوة القديمة اللي حبناها حبناها عشان اتعملت كده مش عايز نلمسها يعني مش عايز اعمل ارض الخوف تاني يعني ارض الخوف حلوة كده مش عايز اعمل الارض تاني الارض حل يعني هو كده حلوة علشان بتاع زمن وتعامل بالشكلة فمش قادر اتخيل ازاي ممكن مودرنيزت يعني بشكلها طب ايه الفيلم اللي نفسك تعمل زيه حلو قوي وفي النفسك تعمل حاجة زيه او على نفس المستواء انا بحب اوي 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 ارض الخوف بحاسة من الافلام اللي يعني فيها كل العناصر اللي انا بحبها يمكن ده يكون فهم من مفضل المصر يعني ارض الخوف الارض بعتبره من اعظم افلام السنبعية المصرية فيها افلام كتيرة جدا عظيمة بس يمكن ارض الخوف بالذات هو اكتر واحد بيشدني الستايل بتاعه يعني مروان نفسي اشوفك تاني مع عمر ابو المجد لانه شخصية محترمة جدا ونفسي اشوفكم مع بعض تاني وايه الافلام اما يمكن تشرحوها مع بعض انا بساطة جدا انت عارفين عملت بودكاست معي طبعا واخترت له فيلم معقد زيه كلاكيه او كده اللي هو سبيس اوديسي انا قلت مفيش حد يقدر يخش معي في عقد سبيس اوديسي وستاني يكون بغير عمر ابو المجد وفعلا يعني كانت مهاشة ممتعة جدا وهوفكر له كده في واحد تاني برضو صعب زيه كده علشان ايه نقعد نخش نخش بتنفاصيل لو عندكم ترشيحات بليز قولونا برضو يعني تمام جدا خالد خالد تاني بيقول لو عندك فكرة فيلم او مسلسل ازاي تحولها السيناريو مكتوب كتابة السيناريو بقى دي ده علم الواحد بقى اللي هو انك ازاي من فكرة السيناريو والحوار ده يعني ده الناس بتروح تدرس بقى الكلام ده يعني بس ابتدوا ابتدوا ان انتوا اقلوا سكريبتس يعني فيه سكريبتس موجودة انلاين يعني مثلا لو فيلم بتحبوه دوروا على السكريبت بتاعه وقرنوا السكريبت مكتوب ازاي عشان تعرفوا حتى بس السيناريو بتاع السيناريو بيتكتب ازاي طريقة كتابة السيناريو مش زي كتابة مقال او موضوع لا ليه ليه تشرح المكان انت نهار ولا ليل داخلي ولا خارجي تشرح المكان وكذا اسم الشخصية وصف بسيط مش عارف تحكيت يعني ليها ليها ستركتشر فالموضوع محتاج انا مفاكر حتى في حلقتك مع مهة استاذ مهة الوزير كانت قالت تيب حلو قوي فكرة انك تكتب جواب باسم الشخصية مثلا تعرف ازاي بتفكر تخش في روح الشخصية فعلا طيب احمد خليفة بيقول ايه الكتب اللي تنصحني بيها عشان هفهم وقرب من عالم السيناريو اكتر ويا سلام بقى لو رايش راح لأفلام من اختياراته وممكن على الترشيح دي يا جماعة استاذ محمد عامل سلسلة حلقة اسمها افضل 100 فيلم او احسن 100 فيلم بدون ترتيب مشان هو بيأكد على حتة بدون ترتيب دي صح تمام فممكن اعتقد هما دول الترشيحات بتاعتك يعني 100 فيلم مش عايز حاجة اكتر من كده اه انا وفتدت لقم 20 معلش انا ففوض ان انا ازود شوية بس هو ده اه يعني دي دي ترشيحاتي موجودة هناك وكل الافلام اكمت عليها سينمتالجي يعني ده كل ده كل يترشيحات ده كتب بقى ايه اللي تنصح بيها انا بحب اوي كتاب اسمه In The Blink of an Eye ده تأليف والتر ميرتش اللي هو المنتير بتاع Godfather و The Conversation وافلام تاني كتير بيتكلم على فكرة المنتاج بشكل حلو جدا كتابي المفضل اللي قاريته زي ثلاث مرات اسمه Hitchcock Truffaut ده المخرج الفرنسي فرانسوار Truffaut بيعمل انترفيو لألفة Hitchcock عن افلامه ده الواحده معهد سينما الواحده اللي تجيب الكتاب ده تفرج على الفيلم ته Hitchcock وقرى الانترفيو اللي بيتكلم عليه وعن التقنيات بتاعته في الكتاب حتى حطين شطات معينة فده الواحده بيشرح كتير قوي فيه فيلم حلو اسمه Making Movies بتاع سيني لومات ده المخرج بتاع Dog Day Afternoon Sir Pico افلام حلوة كتير برضه بيتكلم عن صناعة الافلام وازاي بيخرج وكذا فدول التلاتة اللي جايين على فيه كتير قوي فيه واحد اسمه Sculpting in Time بتاع تركوفسكي بيكلم فيه عن Sculpting in Time فيه ده ده اسمه Room to Dream ده بتاع ديفيد لينش فيتكلم عن طريقة بتاع ديفيد لينش فيه انا على نفسي قابتر حاجة بحبها اللي هي كتب المخرجين كتبينهم بنفسهم يعني فيه ناس كتب كتب عن السينما لا انا بحبش ده انا بحب الكتب المخرجين نفسهم هما بيتكلموا حلوه طيب عمار ميرو سؤالي لبوسلمان هتعمل امتى قناة تليجرام وترفع عليها كل الحلقات القديمة الخاصة بيك لانها تراث سينمائي ورؤية عظيمة حرام تضيع كده بما فيهم خمسية شريف عرفة وحيد حامد وبسألني امتى عمل بس يعني بعدين بعدين نشوف الماضي ربنا اخليك اشكرك على الكلام الحلو ده انا خمسية عاد الامام دي فعلا من حاجات مفضلة وتشالتنا على اليوتيوب زي حياتك كتير قوي تشالت انا بس ما عرفش ايه التليجرام يعني لو حد يشرح لي ايه التليجرام ده انا ناخدش عمله والله انا برضو عندي نفس مشكلة مع تليجرام ده مش فاهمه قوي لأيه السبب بس هل ممكن فيمي ومسلا ممكن حاجات الايام على هاش كابيرايتس دي ممكن ممكن فيمي يعني محتاجة اعطوهم على فيمي لانا كنت حطيت حبة على فيميو بس محتاجة حطة اكتر فعلا لان يوتيوب بقى سفاح يعني وفيسبوب بقى سفاح اكتر واكتر مين الشخصيات المشهورة اللي نفسكو تعملو لها سيرة ذاتية صحيح لو تعمل فيلم تعمل سيرة ذاتية عملا انا يعني سعاد حسني طبعا سعاد حسني هو ده حلم يعني هو ده مشروع الحلم التاني طيب مسلطة التليفون طالع صحيح اه بس مش كده بتحصل بتحصل هل يوسف شهين من اول افلام ولحد الارض حاجة وبعد كده حاجة تانية لان اسمعت الرأي ده من كتير زي داود عبدالسيد نفسه في احوار صحفي معاه بدون ما ننسى ان داود اشتغل مخرج مساعد له فيلم الارض وقراطه الاحمد خالد توفيق وسمعت من استاذ تامر محسن المخرج انه مش بيحب افلام يوسف شهين بعد الارض وهل كل مخرج ليه عالم اما تحب العالم ده كله او لا تتقبله كله ابراهيم سيد شكرا ابراهيم انا بحب افلام يوسف شهين لحد ما اشتغل مع خالد يوسف خالد يوسف حط ايده فيها بالنسبة لي للأسف مش من نفس المستوى يعني الاخر فيلم سائق جدا 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 يعني فيه يعني هو يمكن اخر فيلم حبيته ليه كان المصير بعد المصير اعتقد مش بنفس حب لي وانتو عارفين حب يوسف شهين يعني بس من بعد المصير فيه حاجة ضغيارة يعني حيلو كان السؤال بيقول هل كل المخرج ليه عالم يتتقبله بقى كله حلو ووحش اما لا تقول لا ده حلو وده وحش ولا لازم تتقبل كله مش بالضرورة لا لا مش بالضرورة يعني فيلم مخرجين تحب افلام يوم افلام تانية لا ودي اعلى منه مثلا فيه افلام احبها جدا وفيه افلام بحس ان هي مش تخلق ففليني نفسه فيه افلام بحبها جدا وفيه افلام ده فيلم اسم الساتيريكون مثلا يعني طو ماتش عليا مش مش اقدر يخش العالم ده اكتر من كده يعني فلا لا بتختلف من واحد لتاني تمام ماكس بيس يا سؤال غريب شوية بس ممكن يكون انا مش عارف السبب السؤال وبيقول لك ما علاقتك بالشيخ محمد متولي الشعرابة هل فيه علاقة يعني حاجة ولا قويل لا ما بيش اي علاقة لا انا كنت عملت حاجة قبل كده كنت عملت فيلم انيميشن على حاجة كان قالها على فكرة انسان مصير او مخير ايه دي علاقتي بي يعني كنت عملت الفيلم ده من حوالي عشر سنين وحطيته على يوتيوب من حوالي سنتين تمام جدا نشوف حاجة تاني اذا فيه وقت فيه اسئلة بتبقى يعني اسئلة احنا اصلا قريدي جاوبناها يعني في وسط الكلافة بس فمحدش يزعى يعني يا جماعة يعني يعني مثلا انت زيت منع ناصر التي تنتظر توفرها للقيام بعمل فني متكامل على مستوى الاخراض يعني اللي انا شخصيا بنتظرها الانتاج فلوس كل حاجة دانية جاهزة خلص تمام واحد بيقول لك كل سنة انت طيب ونحب نشوفكم ممشوتين وبخير وما تغيبوش علينا فانا اضم صوته لصوته ما تغيبش علينا يا استاذ محمد وشرفتنا النهاردة جدا والله ومش قادر اصفلك ساعات يعني صحيتك بدري النهاردة بتوقيت تونس فسماحني لا انا بصح بدري كده 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 بصح بدري yorki جدا 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 ايوه اي ايLII ايه دي ايه دي انا نعمل حياتي عشان مازيكا دي بالزي نقص لسألها اسم التراك ده ايه اسم التراك ده ايه نا بالزمد محمد فوزي محمد فوزي ازيز والده ما تسألش يا جماعة نصو محمد حبيبي شكرا 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 شكرا